تظهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطع غزة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطلب بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وصلت المتظاهرون الضوء على الأزمة التي يعانيها سكان الشمال في ظل الاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله اللذنانية في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطع غزة تظهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطلب بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين أهالي المحتجزين اتهموا نتنياهو بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة قائلين إنه طالما يشعر بالاستقرار على كرسيه فلن تكون هناك صفقة ولن يكون هناك حل ولن ينتعش الاقتصاد والدولة دون إسقاط حكومته وذلك على حد قولهم ونظمت احتجاجات في عشرات المواقع في تل أبيب وفي القدس المحتلة وفي قسارية حيث منزل نتنياهو وفي حيفا وبئر السبع وتقاوم حكومة نتنياهو ضغوطا من قبل بلديات الشمال لتحدد موعدا يعود بحلوله السكان الذين نزحوا من ديارهم إليها شرطة الاحتلال حاولت تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب وتم تفريق واحتجاز العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد غلق الطرق في شوارع رئيسية وتشهد إسرائيل أسبوعيا تحركات حاشدة احتجاجا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر في غزة حيث يحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة فيما حمل آخرون لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة